السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنشرح طريقة حل مشكلة نسية الرمز الدخول على اجهزة الايفون والايباد بدون ما تستخدم كمبيوتر قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هما صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد عشان تحل مشكلة نسية الرمز الدخول الايفون اول حاجة هتعملها هتجيب موبايل تاني يعني يكون عندك متوفر موبايل تاني ايفون او سامسونج اي نوع من الموبايلات المهم اللي هو يكون متوصل كده بالنت ويكون شغال عليه نت لو انت متوفر عندك ايفون هتفتح متصفح سفاري لو انت عندك اي جهاز اندوريت هتفتح متصفح جوجل كوروم بعد كده هتروح هتكتب في البحث انه اي كلاود هيظهر معاك كده اول موقع اول هتدخل على موقع اي كلاود بعد ما هتدخل على موقع اي كلاود هيفتح معاك بالشكل دوت هتكتب هنا الابل اي دي بتاع التليفون اللي انت ناسي فيه الباسورد بتاعه او رقم السري رمز الدخول بتاع الايفون هنكتب هنا الاي كلاود بعد ما هتكتب كده الاي كلاود هتكتب كمان كلمة السر بعد ما هتكتب كلمة السر هايزال لك الصفحة دية تهل تتسك في هذا المتصفح هتدوس الوصول بعد كده هيبدأ يفتح معاك الاي كلاود موقع الاي كلاود اول ما يفتح معاك موقع الاي كلاود بالشكل دوت هتدوس على العصور على الايفون بعد ما بيفتح معاك الاي كلاود كده بالشكل دوت هيجيب لك قائمة بكل اجهزة الايفون اللي انت عمل لها اتصال بالايكلة والدوت هنختار الجهاز الايفون اللي هو مقفول معانا للباسورد زي دوت كده احنا ناسين من عليه رمز الدخول هتختار من هنا الايفون اللي هو انت ناس عليه رمز الدخول هيكون مثلا ان هو دوت هندوس عليه كده هيظهر معانا بالشكل ده اول ما يظهر معك بالشكل دوت هتدوس على حزف جهاز الايفون بعد ما هتدوس على حزف جهاز الايفون هيزر معاك القايمة ديت بيقول لك ان هو كده هيرجع عادة ضبط المصنع لجهازك الايفون دوت علشان تقدر تتخلص من رمز الدخول على جهاز الايفون. هندوس على تأكيد. وبعد ما هندوس على تأكيد هنستنى كده شوية هيحمل معنا كده الاي كلاود ويطلب منك تاني اللي انت تدخل للباسورد للتأكيد العملية. بعد ما بتدخل كده الباسورد بيجيب لك رقم من ستة ارقام كده كود من ستة ارقام بيبعتولك على اي جهاز من الاجهزة اللي انت عمل لها اتصال بالاي كلاود دوت. وبعد كده بيجيب لك القايمة ديت زي ما انتم شايفينه. بعد ما هيجيب لك القايمة ديت هتدوس على نكس. وبعد كده دون. هنا كده هيبدأ ان هو يعمل لك اعادة ضبط مصنع لجهازك الايفون دوت اللي انت نسيت من عليه الرمز. وهيرجع لك الاعدادات بتاعته زي ما كان جديد معاك في اول ما اشتريت الجهاز دوت. هندوس على اوكي. هنا كده هيبدأ ان هو يفرمد جهازك الايفون دوت. زي ما انتم شايفين كده جهاز الايفون بدأ في استعادة ضبط المصنع. وهيبدأ كده اللي هو يزيل رمز دخول الايفون من على جهازك الايفون ده. هنسيت كده الجهاز اللي احنا عاملين به اتصال على موقع الاي كلاود. وهنمسك كده الجهاز اللي احنا نسينا من عليه الرقم السري بتاعه. زي ما انتم شايفين كده هوات الجهاز بدأ في عادة الضبط المصنع وتحديس الجهاز الايفون دوت اللي انت نسيت من عليه رمز الدخول. هتسيب الجهاز دوت يتم عملية التحديس واستعادة الضبط المصنع لحد ما تنتهي العملية ديت ويجيب لك اعادة البدء من اوله جديد. وكده انتهيت عملية اعادة الضبط المصنع لجهاز الايفون وزي ما انتو شايفين بيفتح معاك على الوجهة ديت. هندوس كده هنختار اللغة وبعد كده هتختار الدولة. وهتبدأ في اعدادات الجهاز كأنه جهاز جديد انت جايبه وبتبدأ في الاعدادات بتاعته من اوله جديد. هتختار هنا شبكة الواي فاي وبعد كده هتبدأ تكمل باقي اعدادات الايفون. بعد كده هجيب لك صفحة الاي كلاود هنا هتدخل الابل اي دي بتاعك وهتدخل كلمة السر. وبعد كده هتدوس على التالي. بعد ما دخلنا كده الابل اي دي ودخلنا كلمة السر هندوس على متابعة. بعد كده هنا لو حابب اللي انت تديه بصمة للجهاز الايفون بتاعك دوت هتدوس على متابعة انت لو مش عايز هتدوس على عدم استخدام ولو حابب اللي انت تنشئ رمز جديد بدل الرمز اللي انت نسيته ده وقت هنا تقدر اللي انت تديف رمز تاني ولو انت مش حابب اللي انت تديف رمز هتدوس على عدم استخدام رمز وهنا على عدم استخدام رمز دخول بعد كده لو انت عندك بيانات وعمل نسخة احتياطية هتقدر اللي انت ترجع النسخة الاحتياطية من عندك من هنا من على اي كلاود او كمان لو انت عمل النسخة احتياطية على جهاز الكمبيوتر او على برنامج الايتونز هتيطر اللي انت تدوس على استعادة من جهاز الكمبيوتر او من على الماك بعد ما كملت اعدادات الجهاز كده هواد هيبدأ ان هو يفتح معاك زي ما انتوا شايفين الجهاز فتح معاك هواد بدون ما يطلب مننا رمز الدخول وعملت عادة ضبط مصنع لجهازك الايفون لو عجبك الفيديو استفدت منه ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم وما شوفكم الفيديو الجاي